تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين في المملكة الأردنية الهاشمية ودعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبمتابعة وإشراف من سمو ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب زار وفد من المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مخيم الزعتري وفد مملكة البحرين الذي يضم عدداً من المتطوعين تفقد مركز توزيع المساعدات البحرينية ومجمع مملكة البحرين العلمي المخصصين للاجئين السوريين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في وسط مخيم الزعتري تزرع بذور الأمل وقطافهما زرعته مملكة البحرين عبر ذراعه الإنسانية المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ترعى اليوم وسط إشادة أممية بجهود البحرين التي كانت سباقة في العمل الإنساني والخيري تجاه اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري للبحرين شرف كبير في تأسيس ودعم هل مخيم بدعم سيدات الملك الحكومة بقيادة سمو ولي العهد وقيادة من سمو شيخ ناصر اليوم كان زيارتنا جدا مهمة لأننا نريد نطمئن ونطمن سيدات الملك والمسؤولين أن دعم البحرين الحمد لله يوصل إلى الناس بسلوب منظم شبنا كيف اللاجئ حسب تقييمه وظروفه يجيه وبيانات بسلوب علمي بكشف طريقة بداعية أن يتأكدون من احتياجاته ويصلون للمساعدة فلسفتنا نحن مشابهة لفلسفة أم المتحدة بأن نقدم المساعدات بدون ما نحرج المتلقي نشكر مملكة البحرين على جميع الجهود المبذولة داخل مخيم الزعتري وضمن مملكة الأردنية الهاشمية ممكن مملكة البحرين من أوائل الدول التي كانت ساهمت في دعم الأخوة اللاجئين السوريين داخل مخيم الزعتري ببناء مثلا المدارس ومجمع التعليم البحريني داخل مخيم الزعتري وتوزيع الوحدات السكنية على الأخوة اللاجئين داخل المخيم وفد المؤسسة الذي ضم متطوعين بحرينيين يطلع على الآلية التي تعمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من خلالها في توزيع المساعدات على مستحقها هون الدخل محدود يعني ماديات كل نفر كل عيلة قليلة فلولا مساعدات رح نلاقي كثير صعوبة بالتعليم من أي مساعدات فرح نلاقي كثير مصعوبة وهذه المساعدات كثير بتساعدهم بالمخيم أكيد استفدنا من هذه المساعدات فيه أخواتي كانوا مساجرين في هذه المدرسة البحرينية واستفادوا منها أكيد وتبقى يد البحرين الخيرة ممدودة لكافة الأشقاء اللاجئين استمرارا سياستها القائمة على أن تكون المشاريع الإغاثية مستدامة بما يعود بالنفع على اللاجئين من أجل حياة أفضل ومستقبل مشرق جهود حثيثة لمملكة البحرين في دعم اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري ومملكة البحرين هي أول الدول المانحة للمساعدات في هذا المخيم فيصال حسين من مخيم الزعتري شمال المملكة الأردنية الهاشمية لمركز الأخبار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر